جدت صنعاء الأربعاء عرضها في إطلاق كافة القيادات في حكومة هادي بينهم شقيقه مشيرة إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب هادي والتحالف وقال رئيس لجنة الأسرة بوفد صنعاء عبدالقادر المرتضى في مقابلة تلفزيونية أن صنعاء ليس لديها مانع للتفاوض حول شخصيات عسكرية وسياسية في حكومة هادي بينهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وفيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان لكنه ربط ذلك بمدى استجابة التحالف وهادي لمطالب صنعاء التي وصفها بالمحدودة ملمحا إلى عرضه التبادل مقابل كل شخص إطلاق مجموعة من الأسرة وكشف المرتضى باكتفاء هادي حاليا حول التفاوض على شقيقه ناصر والذي توقع المرتضى إطلاق صراحه خلال جولة المفاوضات الثانية والتي تتضمن تنفيذ الشقيق الثاني من اتفاق عمان بإطلاق صراحه مئتي من أسرى قوات صنعاء مقابل مئة أسير من أتباع هادي والتحالف إلى جانب شقيق هادي اشتركوا في القناة